اشتركوا في القناة وقال لهم ايضا مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب انسانا وكان في تلك المدينة ارملة وكانت تأتي اليه قائلة انصفني من خصمي وكان لا يشاء الى زمان ولكن بعد ذلك قال في نفسه ان كنت لا اخاف الله ولا اهاب انسانا فاني لأجل ان هذه الارملة تزعجني انصفها لألا تأتي دائما فتقمعني وقال الرب اسمعوا ما يقول قاد الظلم افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم اقول لكم انه ينصفهم سريعا ولكن متى جاء ابن الانسان قال عل له يجد الايمان على الارض نعمة الله الاب تكون مع جميعنا امين في الاسبوع اللي فات ابتدينا نتكلم في قراءات يوم الاثنين من كل اسبوع من اسابيع الصوم وقلنا ان قراءات الصوم المقدس بتتميز بسمة مهمة ان في كل قراءة يوجد فيها سؤال صريح او سؤال بالتلميح او على الادق في ممكن كل قراءة هي بتجاوب على سؤال وتكون الفقرة الانجيلية هي بمثابة الاجابة على هذا السؤال وفي الاسبوع الماضي ذكرت ان الاسئلة وسيلة تعليمية مهمة للانسان والانسان ممكن يتعلم منها سواء صغير او كبير الاسبوع اللي فات كان السؤال من هو اعظم وكان ده اول يوم في صوم الخمسة وخمسين يوم النهاردة اتأمل وياكم في الجزء الانجيلي اللي قرأته اللي هو قراءة يوم الاثنين الماضي اللي هو اول الاربعين المقدسة وزي ما احنا عارفين ان السوم هو الفترة التي ترتبط بين السوم وبين الصلاة وتربط بين الاثنين رباط وصيق ونقول في المدايح مدايح السوم او في اسم السوم في القداس السوم والصلاة هما اللي زان يخرجان الشياطين او نقول السوم والصلاة يخزيان الشيطان والزهد يهزم طغيانه ففي ارتباط قوي ما بين السوم وما بين الصلاة فمن المناسب جدا في قراءات السوم من اول الاربعين المقدسة ان يكون السؤال اللي نتأمل فيه النهاردة كيف اصلي كيف اصلي لكن زي عادة الانجيل بيقدم لنا الاجابة في قصة لان القصة ايضا وسيلة تعليمية مهمة لنا كلنا بيحط المبدأ الاول ينبغي ان يصلى كل حين ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل القصة قاضي في ارملة والقاضي المفروض ان انسان يتسم بالعدل الكامل هذا القاضي كان بيقول على نفسه انا لا اخاف الله ولا اهاب انسان يعني حقاني خالص يعني كلمته زي السيف لكن هذا القاضي كانت توجد في نفس المدينة ارملة ودايما كلمة ارملة تعبر عن النفس المستضعفة في تعريف الكتاب المقدس النفس الضعيفة خلي ملهاش سند تأتي اليه وتقول له انصفني من خصمي طب انت قاضي لكن كررت هذا الطلب مرة واثنين وثلاثة فكر كده القاضي والهزي الارملة تأتي وتزعجني طبعا المثل ده تشبيهي يعني فعشان هذه الارملة بتزعجني سوف استجيب لها وانصفها على خصمه واستجاب بنلاقي ربنا يسوع المسيح ينقل على طول على مدلول هذه القصة او هذا المثل اذا كان قاضي الظلم او هذا القاضي الذي ظلم هذه الارملة زمنا اذا كان هذا القاضي عمل كده وانصف هذه الارملة ما بالك بقى قاضي القضاء الله ذاته اللي هو كلي العدل يعمل ايه فشوفوا النص الانجيلي يقول كده افلا ينصف الله مختاري الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم وهنا نبتدي نخش في السؤال وازاي الجزء الانجيلي ده بيجاوب عليه كيف اصلي ازاي اصلي صلاة حقيقية الله لما خلق الانسان خلقه اولا خلق له العقل وقال له تصير كائن عاقل لك عقل بيفكر والعقل ده نعمة وهخلق لك كمان هدي لك نعمة اخرى اسمها نعمة الحرية او حرية العمل هدي لك ايديك او اصابع ايديك تصنع العجب فبقى الانسان عاقل وعامل ثم اراد الله ان يعطيه البعد التالت فالله هدي لك قلب والقلب ده يبقى مكان للقاء بيني وبينك فصار الانسان عابد 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 يعني متدين وصار الانسان في حياته شعور في كل انسان رغبة فالله لدرجة بعض الكتاب يقولوا الصلاة تعبير عن رغبة الانسان فالله يعني كل انسان الله خلق في داخله رغبة فالله ليه قص الانسان ككائن بيقف قدام الغاز الحياة وهو متحير يعني ايه حياة يعني ايه خير يعني ايه خطية يعني ايه موت يعني ايه ألم يعني ايه سعادة كل دي اسئلة الوجود الانساني الكبيرة ليس لها اجابة سوى فالله ما لهاش اجابة في حتة تاني وبالتالي الانسان في داخله عطش انا بكلم دولتي بصفة عامة الانسان في داخله عطش وارجوكم تحطوا خطين تحت كلمة عطش وحنين للابدية لما بنرجع لقدماء المصريين بلاقي عقيدة الخلود كانت تأخذ مساحة كبيرة فالاهرامات زي اهرامات الجيزة هذه الاهرام او الاهرامات تمثل اصول عقيدة الخلود عند قدماء المصريين الهرام ده مش بمكان عظيم او مبنى عظيم هندسيا ولكنه بمثابة مدفن او بمثابة التقاء بحسب مفاهيم مصر الفرعونية التقاء وخلود اذا الانسان في داخله عطش وحنين للابدية يبحث عن الله يرغب في المحبة يرغب في الجمال هو الانسان كده تكون النتيجة ان الانسان تزرع في داخله روح الصلاة اسمع بعض القديسين بيقولون ايه على حياة الصلاة اللي بنجاوب على السؤال كيف قديسة قديس يحن زهبيه الفم يقول الصلاة سلاح عظيم وغنى للرب الصلاة قوية بل هي اشد من القوة عايزك تاخد بالك ان الصلاة مش مجرد كلام او مهما اجتهد الانسان لا يستطيع ان يصف الصلاة الصلاة لازم تدخل فيها انت قديس تاني قديس اغسطين وسيقول الصلاة مفتاح السماء والسلم الذي نصعد به الى الله شوف السماء بعيد ازاي من خلال صلاتك تقترب الى السماء تصعد كأنك على درجات سلة وقديس ديروسيوس يقول عبارة لطيفة اوي يقول الصلاة شيء يمنح كل شيء خذوا بالكم من بساطة العبارة الصلاة شيء يمنح كل شيء ولذلك مسيحنا اراد ان نتمتع بهذا فقال لنا صلوا كل حين ولا تمل قبل مدخل في جو الصلاة حط قدامك بعض الاساسيات المهمة جدا او الاساس وانت داخل في خبرة الصلاة ونعمة الصلاة ضع في ذهنك انك داخل لكي تقف امام الحضرة الالهية انت مش وقف تكلب واحد عادي او واحد حتى رئيس ليك انت تقف في الحضرة الالهية كل التقدير كل الخشوع كل الرهبة كل الاحترام لانك عندما تقف في الحضرة الالهية كأنك تطرح العالم الى خارج اتخيل كده وانت خارج من الكنيسة النهاردة قابلت ربنا يسوع المسيح على الباب هتقول له ايه ارجوك تنشغل بهذا السؤال لو قابلت كده وانت راجع البيت قابلت مسيحك واقف على الباب هتقول له ايه ده احياني الانسان لما يقابل شخصية مهمة يتلعسم في الكلام يبقى مش عارف يتكلم او الكلام يهرب منه اذا يا اخوتي اول شيء لكيما تصلي الصلاة التي يقبلها المسيح الهنا ينبغي ان تكون هذه الصلاة انك بشعور الواقف في الحضرة الالهية بولوس الرسول قال مخيف هو الوقوع او الوقوف امام الله الحي دي نقطة نقطة التانية عندما تدخل الى جو الصلاة اكشف عن خطاياك او تدخل في جو الصلاة وانت بتقول انا كويس ويعني وحالي الحمد الله احسن من غيري ويعني احسن من غيرنا لا الصلاة الحقيقية تحتاج من الانسان ان يكون بالحقيقة واضح قدام خطاياه سألوا واحد من القدسين قالولو ايه رأيك في الناس اللي بتشوف ملائكة تتراء الملائكة لها فاجاب وقال طوبى لمن يبصر خطاياه افضل مما يرى ملائكة وارجوك تعقد المقارنة ما بين الاتنين يعني الانسان عندما يرى خطاياه مثلما قال داود النبي خطيتي امامي في كل حين لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت افضل ممن يبصر ملائكة ادخل جو الصلاة وانت مصمم انك تطرح خطاياك الحقيقية مش بتجمل نفسك مش بتخلي شكلك كده جميل قدام ربنا نقطة تالتة وانت داخل في جو سيبقى اول حاجة انت داخل في الحضرة الالهية ثم ينبغي ان تكشف خطاياك ضعفاتك وكل يوم عندنا فيه ضعفات كثيرة حتى بنيجي في صلاة النوم ونقول يا رب جميع ما اخطانا بليك في هذا اليوم دا مش كلام دا خطايا فعلا ان كان بالفعل او بالقول او بالفكرة او بجميع الحواس الامر التالت وانت داخل في جو الصلاة ينبغي ان تمتلق بروح الشكر مش روح التزمر عمال الله مع كل واحد فينا لا تنتهي وانت لو غمضت عنيك دلوقتي دقايق وتذكرت اعمال الخير اللي عملها الله معك النهاردة هتلاقيها كثيرة الله اعطاك نعم كثيرة نعمة الصحة نعمة الحركة نعمة السلام نعمة الطعام نعم كثيرة لا يمكن ان يحصيها الانسان ادخل بروح الشكر بس بالترتيب كده انت في حضرة الله اكشف خطاياي اشكرك يا رب لاني بكشف ضعفي اشكرك يا رب على نعمك الامر الرابع ان تذكر المجتمع اللي انت عايش فيه اسرتك افراد الاسرة كنستك خدمة بتاعتك وانت بتصلي من اجل هؤلاء او بتذكرهم بالاسم وذكر الاسم مهم جدا في الصلاة بتذكر ذاتك في النهاية وبيظهر في هذه الصلاة اللجاجة اللجاجة بتاعتك وكأنك بتقول كده مع داود النبي الى متى يا رب تنساني انا عارف يا رب انك عارفني وفكرني وعارف ظروفي وعارفني بالاسم وبترفع قلبك بهذه الصلوات وانت متأكد ان هذه الصلاة تصل الى الله والى مسامع الله وزي ما بنقول في اول مزمور في التالتة في صلاة الساعة التالتة يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله عقوب احكي لك حكاية على لجاجة الصلاة كان الملك زينون احد الملوك الاطقياء في القرن الرابع الميلادي وكان هذا الملك عنده بنتين الارية وساقوبستا كان نفسه فولد عشان يبقى ولي العهد يعني لكن ربنا عالطاله بنتين كويسين لكن بعد زمن اختفت البنت الاولى صور واحد امبراطور مش لقي بنته دور عليها في كل مكان ملقاش البنت فقدت قال خلاص احط رجائي في البنت التانية وهي تبقى الملك او الملكة بعدي بعد قليل اصيبت البنت الصغيرة باروح شريرة وات وات عب لفوا بها على الاطباء في ذلك الزمان فيش فايد فجون بعض الناس نصحوا الملك قالوا ايه رايك ما تاخد بنتك دي وتوديها الاباء البرية يصلولها مشهور عنهم التقوى والروحانية واخراج الارواح الشريرة دي منه فالراج الملك بعد بنته وسأل مين اكتر قديس عندكم هنا يقدر يصلي للبنت دي فقالوا له عندنا قديس اسمه القديس الاري او الراهب الاري وهذا الراهب ساكن في اللاية بعيدة وزي متوحد وهو قامت قداسة ما يعرفش طبعا ان بنته دهيت في ذلك الزمان راحت تزيد بزي الرجال وعاشت الحياة الرهبانية وتسمت الراهب الاري وابتدى هذا الراهب يصلي لها وفعلا اخرج بنعمة ربنا كل شيء وحش فيه حب الملك ده يكافئ البرية وعايز يكافئ هذا الراهب فعايز نشوف الراهب ده فلما شاف الراهب هي البنت عرفته هو معرفهاش لكن ببكاء شديد وطلبت منه وعد وكشفت عن نفسها ان هي ابنته الارية اللي اختفت من زمن كل القصة الطويلة اللي انا حكيتها دي ما تمتش كده في اسبوع اللي اتنين ده خدت زمن لكن لجاجت هذا الملك وهو يصلي من اجل ابنته المفقودة وابنته المريضة الله اعطاه اللي اتنين والاتنين في حال افضل الارية رجعت او يعني صارت في هذه القداسة وطريق الملائكي اللي عيش فيه وسوبست رجعت اللي كانت مريضة رجعت انسانة صحيح اللجاجة اللجاجة يعني الاسرار على الطلب والاسرار باستمرار اسرار على صلواتك المرفوعة وقد تكون عدم استجابة الله هي الاستجابة ليك انت لان لكل شيء تحت السماء وقت اقول لك قصة تاني هو كاهن وزوجته انسانة برا ولكن بحسب الزمن اللي عاشوا فيه لم يكن عندهم نسق وكان هذا يعتبر عار لكن ليس لهم غير الصلاة والصلاة بقلب زي ما هحكي دلوقتي هذه الصلوات التي كانت بلجاجة منه هو ومنها هي اصمرت ان الله اعطاهم يحنى المعمدان زكريا الكاهن وليس بات زوجته بس اعطاهم ايه ما اعطاهم ش بقى واحد عادي ده اعطاهم اعظم مواليد النساء يا رب انت اتأخرت قال لا انا ما اتأخرتش انا حبيت اديهم عطية فريدة كانت في هذا القديس يحنى المعمدان اللي شهد له السيد المسيح اعظم مواليد النساء اذا الحسابات مع الله الحسابات مع الله تختلف عن حسابتنا احنا البشر قلتلك قبل ما تصلي يبقى ذهنك في ايه ولو ابتديت الصلاة ينبغي ان تمتلك هذه الاربعة اول شيء تتقدم للصلاة انت وجوك ايمان حقيقي ايمان ان ما تقوله يصل ويسمعها الله والايمان ده هو تقيم على وعود الكتاب يعني كل كلمة بتقرها في انجيلك سق ان ده وعد ويكون عندك الايمان والرجاء والصبر ان الله يحققه يحققه ازاي دي شغلانة ربا كمال وانت بتصلي لازم تصلي بدرجة من الانتباه يعني انا اللي بيخد دخل الكنيسة ويصلي لازم يكون منتبه تماما ولا يسمح لشيء يشتته عارفين القديسة ابو مقار يقول ايه يقول اقطع شجرة الافكار الشريرة قبل ان تصلي يعني فيه شجرة في ازهنة شجرة مليانة افكار اقطعها قبل ما تصلي بانتباهك التشتيت يضعف صلواتنا جدا من العادات الغريبة في بعض كنايسنا ان الناس لما تيجي الكنيسة تقعد وراء وتسيب الصفوف اللي قدام فضية يوم لما ييجي حد متأخر شوية مش لاقي مكان يوم يضطر ييجي لو قدام يوم يشتت كل الناس ولو كان ماشي بالحزاء كده يعمل صوت يشتت كل الناس في حين الافضل انه دخلت الكنيسة ابتدي بالصفوف الاولانية شوية بشوية وهذا الامر ليس له علاقة بالاتضاع خالص وانا ادخل الكنيسة في منتهى الهدوء واستقر في المكان بتاعي لو جه انسان متأخر شوية ممكن يلاقي الصف اللي ورا اللي بعديه وهكذا انتباهك الشيطان ماكر وخادع واكتر حرب بيحربنا بيها حرب التشتيت تشتيت فكرك تقف تصلي في البيت ما تخليش الموبايل جنبك ابسط رن هتشتتك ده بيقولوا مصابيح الكهرباء دي بتشتت افكار الانسان بيقولك ما جهت صلي صلي في نور هادئ في بيتك عشان ما يبقاش فيه تشتيت بتبقاش حاجة موجودة فوق راسك ها عشان تبقى منتبه عشان كده في الدير نولع شمعة الشمعة الهادئة دي هي اللي تعطي لانسان جو الخشوع وجو الوقار وعدم تشتيت الافكار صلي بالإيمان ورجاء صلي بانتباه صلي بالسمرار اوعى تفتكر انك توقف النهار دا تصلي شوية او الدقايق دي وبعد كده تعط فيها فترة وبعد كده تكسل انت مش هتستفيد حاجة خالص اختبارات الاباء بتقول امر مهم قوي بتقول الانسان عشان يتعلم عادة مقدسة ينبغي ان يمارسها لمدة اربعين يوم متصلة يعني عايز اتعلم صلاة معينة في الاجبية مثلا صلاة باكر على سبيل المثال طب ازاي ازرع العادة دي في حياتي ازرعها ان انا اصليها لمدة اربعين يوم متصلة ودي فكرة الاربعين الاربعين مقدسة لما اصلي باستمرار تبتدي عادة تتزرع جوايا عايز تتعلم تقرى الانجيل يوميا تغرسها عادة تقرى الانجيل لمدة اربعين يوم يوم حضورك في كنيسة السيقاظك المبكر كل العادات الروحية بتاعتنا طب افرد جيت كده بعد مثلا 18-19 يوم وفوت يوم يقولك لا ابتدي من الاول تاني عشان تغزر عادة وتصير عادة تلقائية كده زي عادتنا العادي انت حضرتك بتقوم اليوم الصبح تاخد فوطة الوش حاجة تلقائي ازرع عادة باستمرارك الامر الرابع صلي بهدوء بهدوء كل مصدر يعمل صوت هيشوشك ويبعد عنك تركيزك لدرجة مرة من المرات سألوا عالم كبير عالم عالم في العلوم يعني بس كان بيقعد فترات طويلة في الصمت يفكر فسألوه في يوم الايام ايه اهم فترة في حياتك ايه اهم فترة هادئة في حياتك فسكت قليلا كده وقال اجابة لطيفة قوي قال التسع شهور اللي انا قضيتهم في بطن امي كنت في منتهى الهدوء محد شوية ومتمتع بهذا الهدوء طبعا دي اجابة يعني رمزية العالم النهاردة يا اخوتي عايش في الدوشة في الضوضاء في الزحمة تليفيجين شغال 24 ساعة كان زمان اظن يقفل بين الساعة 12 ولا حاجة وبعد الساعة 12 كده يعمل صوت مش كده برضو النهاردة بيقفل امتى ما بيقفل وضوضاء الحركة وضوضاء الاجهزة اللي في ادينا عشان كان النساء مش عارف يصلي مش عارف يصلي وانا ادعوكم ان كنائسنا تبقى وحات للهدوء الهدوء الشديد لان بهذا الهدوء الهدوء طبعا عايز نظام بهذا الهدوء يبقى الانسان عارفين نصلي عارف تقف قدام ربنا تتمتع بالساعتين او التلاتة اللي هتقضيهم في الكنيسة وهكذا في البيت طيب هنقف نصلي هطلب منك ايه يا رب في كيفية الصلاة المقبولة اطلب من مسيحك برضو اربع امور اساسية اولا اطلب ملكوت الله وبره نصيبك في السماء اغلى من كل شيء بتشتغل وبتحقق وبتنجح وبترتقي لمناصب وربنا يوسع لك رزقك لكن اللي اغلى من ده كله نصيبك في السماء بتخدم بتعامل ويا ناس بتعلم ناس حضرتك بتربي ابناء وبنات سواء اخت متزوجة اخت مكرسة او انسانة عابدة كل واحد له مسئوليته في العالم لكن تلبطك الاولى اطلب اولا ملكوت الله وبره ودي كانت في انجيل الاحد الماضي رغم اننا على الارض لكن مدينتنا هي في السماء زي ما بيقول القديس بولوس الرسول خلي قلبك مشغول دايما بمسيحك اطلب مسيحك ليل ونهار زي ما بيقول كده افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم بحب الاية اللي بتقول لنا هذا الكنز في اواني الخزفية الاناء الخزفي هو كل انسان وهذا الكنز هو المسيح الذي يسكن فيه مسيحك كنزك اطلب نمرة واحد ملكوت الله بر نمرة اتنين اطلب تغيير قلبك ما هو محدش يقدر يغير قلب الانسان ولا فكره غير نعمة الله مسيحنا القدوس هو الذي شفى الاعمى المولود اعمى المولود اعمى ده هو لشفاه المسيح اتغير صار يبصر نورا الله بس صلاة صارت الإسود خايفة من دنيا مين غير طبعتها المفترسة دي الله الله هو الذي غير طبيعة النيران في قصة الفتية السلاس هو الذي غير طبيعة الماء عندما شقه موسى النبي بالعصى والقصص لا تنتهي اطلب تغيير قلبك قل له كده قلبا نقيا قلبا جديدا انزع يا رب من داخلي قلب الحجر اعطيني قلوب لحمية قلوب تمتلئ برحمتك قلوب نقية اعطيني يا رب القلوب السماوية اللي تشوفك لما يقول لنا المسيح ملكوت الله داخلكم يبقى معناها ان الملكوت جواك بس انت اللي مش شايفه امر تالت تطلبه اطلب من الله وانت بتصلي ان يحقق وعوده الله صادق وامين في كل وعد قاله هو يسمع صلواتنا هو يستجيب لنا هو يعطينا الوقت المناسب للاستجابة وإلا اقول لك ارجع لابراهيم ابو الاباء واللي ارجع ليوسف الصديق واللي ارجع لداود النبي واللي ارجع لنوح البار ارجع لقامات الايمان اطلب منه ان يحقق لك وعوده يحقق الوعود اللي انت بتقرها في الانجيل قل له يا رب انا واثق في هذه الوعود وانا واثق انك انت هتحققها وامسك في وعود الله واثق انها تتحقق تقول لي الصورة مش بينة ده يوسف ترمى في البير ده يوسف تحط في السجن ده يوسف تعرض للازية قل لك الوعد كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وعود الله لا يمكن ان تسقط حرف واحد من كلام الله لا يسقط لما بنقرى الاية الجميلة اللي بتقول السماء والارض تزولان وحرف واحد من كلامي لا يزول في الاصل اليوناني كلمة حرف واحد دي اصغر حرف في الحروف الابجدية حرف عامل زي حرف الاي بالانجليزي كده حرف صغير جد حتى هذا الحرف الصغير ما يضعش لا يسقط اطلب تحقيق وعود الله انت رب قلت انت رب وعدت ووعدك صادق وامين اطلب كمان اطلب انه يفرح قلبك لا يوجد شيء على الارض يا احبائي يمكن ان يفرح قلب الانسان ويعزيه بمقدار الفرح والسلام اللي ممكن يعطيها الله اطلب انه ينزع الشياطين وعدو الخير من طريقك والفكر الاحياني يتعب الانسان في ذهنه اطلب يا رب اطلب من ربنا وقول له يا رب فرحني خلي قلبي دايما متهلل بيك خلي قلبي دايما فرحان بيك يا رب انك ساكن في حياتي حاجات صغيرة جدا في حياة الانسان يمكن ان تفرح قلبه المهم خليك بالسمرار مش هيفرحك ولا يملأك بالسعادة الحقيقية الا شخص المسيح اطلب الاربعة دول باستمرار ملكوت الله وبره اطلب تغيير قلبك فكرك اطلب انه يحقق وعوده ليك اطلب انه يملاك بالفرح وبالسعادة تلاقي حياتك مليانة بالرضا وحياتك مليانة بالفرح كل يوم وماشي في طريقك وانت في قمة السعادة حتى لو كان في يدك شيء قليل لكن فرحاه وتقول كده في كل عمل صالح الله يعطيه لي هو من يدك يا رب وعشان هو من ايدك هو بيفرحني والعالم لا يعطيك فرحا حقيقيا مسيحك هو الذي يعطيك فرحا حقيقيا فترة الصوم يا اخوتي فترة غنية وهمة جدا واختبر فيها عزوبة الصلاة واختبر فيها مع صلوات مع اسوامك اختبر قوة الصلاة اختبرها واجعل بيتك ملقان بالصلاة انت زوجتك اولادك وبناتك جمع البيت وقفوا ارفعوا صلاة ما يهمش طولها قد ايه لكن يهم عمقها قد ايه احيان استقبل ناس بيزورونا في البيت واحيان نقابل ناس في الكنيسة او في المجتمع بصفة عامة ايه رأيك خلي الصوم ده هو فرصة انك تستقبل المسيح ذاته وتجعله زائرك المحبوب في كل يوم جوى البيت تعود وياه تعود ويا الكلمة المقدسة في العهد الاديم والعهد الجديد في القراءات النسكية والقراءات الروحية كتب كتيرة مثلا من الكتب الجميلة اللي انصحك بقراءتها كتاب سيدنا البابا الان بشنودة كتاب حياة التوبة والنقاوة خدوا الكتاب ده واقراه طول فترة الصوم وهكذا اجعل هذا الصوم صوم مقدس بالصلاة انجيل تأمل النهاردة بيجاوب على السؤال ازاي اصلي زي ما انا لالهنا كل مجد وكرامة من الان والابد امين اشتركوا في القناة